مع استمرار الخلافات الداخلية في إسرائيل دخلت العقوبات الأمريكية على خط حرب التصريحات حيث قال زعيم المعارضة الإسرائيلية يائر لبيد إن العقوبات الأمريكية على كتيبة نتساح يهودة خطأ ويجب أن نعمل على إلغائها واعتبر لبيد أن مصدر المشكلة ليس على المستوى العسكري بل على المستوى السياسي وعن الوزيرين بن كفير وسموتريتش قال لبيد إن العالم يعرف أن بن كفير لا يريد أن تفرض الشرطة القانونة في الضفة وأن العالم يعرف أيضا أن سموتريتش لا يعارض الإرهاب الإسرائيلية وأعمال الشغب الاستطاني المتطرفة وأضاف أن السياسة المنتهجة تؤدي للإضرار بصورة إسرائيل بشكل خطير ويؤدي ذلك إلى تراجع وضعها الدولي بقوة وقد اعتبر زعيم المعارضة الإسرائيلية أن أول المتضررين من السياسة غير الشرعية والفشل السياسي للحكومة وفقا للبيد هم جنود الجيش الإسرائيلي وقادته